بسم الله صراته السلام على رسول الله نحاول نستعرض بعجالة الإجراءات اللي تمت في هذه العملية فور تلقي البلاغ تم تشكيل فرقة معاينة وانتقاء سريع للموقع تمت معاينة لشخص الموقع في البداية ولو تبعوا معي في الشاشة هذا الموقع موقع اطلاق النار اللي يطريق الدمام مقابل موقع الدوري هذا كان واضح قدامكم مقابل مزاد العلني مزاد السيارات هذه صورة للدورية جهة اطلاق النار الجاني كان الاطلاق من جهة اليمين للدورية واستوشل اثنين من الزملاء ايضا استمر رغبة في الايذاء بعد ما تعدى الدورية استمر بالاطلاق حتى يضمن اكبر ضرر للزملاء استمر بالاطلاق حتى من الجهة المقابلة من جهة الامامية نستعرض الان كان بعض الادلة اللي وجدت مسلح الحادث هذه الحشوة وجدت جانب الدورية ومقذوف ناري وهذه صورة توضح ضرر فارغ بعدها تم الانتقال للتفتيش مزرعة الحلوة اللي وجدت بها بعض المضبوطات وفي الموقع واضح بعض السيارات حوالي عددها اتقل سبع سيارات تم فحصها من قبل خبراء لدل الجنية وجد فيها مشروع تشريك احد احدها وجد شنطة في نفس المزرعة موصلة فيها ساعة كان عند بداية تشريك لو كانت الصورة صورة اعتقد واضحة هناك اوضح لو تلاحظوا هناك هناك فيها توصيلات كهرباء عساس يجهز يجهز للتشريك ها كانت بدايات لسه مبعد يعني كان جالس يجهز الرجل هذه بطاريات تسعة فولت موصلة باسلاك تستخدم ميضة للتشريك ووجد عشرة ظروف فارغة داخل المزرعة هنا صورة عامل المضبوطات تشمل العملات الموجودة ونلاحظ عملات اجنبية كالتواصل في الناس من برا مع الساعة وعدد من الجوالات بعدها دلنا على موقع سلاح في منطقة العويند محافظة حريملة هنا صورة اثناء الحفر وجدت الحفر بعمق نصف متر تقريبا تم استخراج السلاح كانت ملفوفة بقماشة بلاستيك ازرق هذه اللي كانت الحفرة الاولى رشاشين وعدد من المخازن كانت مليانة جاهزة وهذه صورة عامة للموقع ونلاحظ الجوالات بعدها تم تفتيش منزل الشخص وجدنا بعض المنشورات منها مباعة لابو بكر البغدادي برضو هذا يثبات التواصل بجهة خارجية اخرى غير العملة الاجنبية حصنا مباعة بخط يده لنفس الشخص لابو بكر البغدادي بعدها تم الانتقال للطريق رماح وجدنا على الطريق نفسه كان فيه جوال داخل كفر محطوط واضحة الصورة عندنا وبمسافة قريبة كان بعد الكفر بمسافة قريبة تم الانتقال وجدنا حفرة موجود فيها جوالين كل هذه كانت بطريق رماح وكانت بالقرب من بعض طبعا الجوالات هذه يسخدمها في اتصالات الخاصة هنا بعض بعض الاثار المرفوعة من مسرح الحادث بعد الفحص في الموقع تم التعامل معها في معامل الأدلة الجنائية وبعدما قبض على السلاح واعترف فيه تم اثبات أنه نفس السلاح هو اللي يستخدم في إطلاق النار على الدورية تم مقارنة الأظرف والحشوات والمقاذيف الناري اللي تم استخراجها من السيارة أو في موقع الحادث وثبت علميا عندنا أنه نفس السلاح اللي يستخدم شكرا 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 شكرا